لا يترك النظام الإيراني طريقا ملتوية إلا ويسلكها لتمويل أنشطته القائمة على دعم الميليشيات وتنفيذ الأجندة التخريبية في المنطقة وفي خضم العقوبات المفروضة على إيران لجأ نظام خامنئي إلى استغلال البنوك الدولية لتجاوز تلك العقوبات صحيفة Wall Street Journal كشفت أن إيران تمكنت من التحايل على العقوبات وتحويل مليارات الدولارات سنويا عبر مؤسسات مالية دولية تجري معاملات لشركات إيرانية خاضعة للعقوبات هذه التعاملات المالية نفذتها بنوك صينية وأخرى غربية ومن الشرق الأوسط بالتعاون مع شبكة شركات وكيلة وشركات صرافة ووسطاء يقومون ببيع النفط وبضاع أخرى لمشترين أجانب لتتلقى إيران الأموال بالدولار واليورو وفقا للصحيفة الأمريكية العراق ليس ببعيد عن هذه الفضيحة فهو أحد أهم محطات النظام الإيراني في التهرب من العقوبات حيث كشفت مجلة ناشونال أنترينست عن قيام البنك المركزي العراقي بفتح حسابات ائتمان لتصدير النفط والغاز وسيلع أخرى عبر عمليات غسيل للأموال الإيرانية ويأتي هذا بالتزام مع إعلان شركة النفط الوطنية الإيرانية عرضها ما سمته بفتح أبواب تعاون مع بغداد لتطوير مجال الطاقة عبر الاستثمار بنحو أربعمائة حقل نفطي وهو ما اعتبره مراقبون طريقا جديدة باتجاه التحايل على العقوبات الدولية قدرة النظام الإيراني على تمويل مؤسساته بالطرق المشبوهة تفتح باب التساؤل عن جدوى العقوبات الدولية ومدى مصداقية واشنطن في حصارها المالي على نظام طهران ترجمة نانسي قنقر